أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتشو مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يونسوك بمناسبات الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة والممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوريا الجنوبية وصرح متحدث رئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من الموضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء أيضا النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبول التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ اتهم الرئيس الاوكراني فلودمير زلنيسكي روسيا بتلغيم سد محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيريسون بجنوب اوكرانيا واضف زلنيسكي في خطابه اليومي على شبكات التواصل الاجتماعي أنه في حالة تدمير السد ستختفي قناة شمال القرم وسيؤدي ذلك إلى كارثة وسعة النطاق وأشار زلنيسكي إلى أن موسكو تهاجم محطات الطاقة الاوكرانية بهدف اجبار الاوكرانيين على مغادرة ديارهم والتوجه غربا إلى دول الاتحاد الاوروبي قالت السلطات الاوكرانية إن سلسلة من الانفجارات أهزت مدينتي خاركيف وزابوريجيا وذلك بعد أن كثفت القوات الروسية ضربتها الصاروخية على اوكرانيا وذلك في الأسباع القليلة الماضية مستهدفة منشآت للطاقة الكهربائية وقال الرئيس بلدية خاركيف إن الصواريخ أضفت أو أصابت منشآة صناعية في المدينة مضيفا إلى أن رجال الانقاذ لم يقيموا حجم الأضرار حتى الآن أو حتى يتأكدوا من وقوع إصابات أفدت صحيفة بلد الألمانية بأن الأجهزة الأمنية تحقق في حارق اندلع في مخيم للاجئين الأوكرانيين في شمال البلاد وذكرت الصحيفة أن الشرطة تشتبه في وقود دافع سياسي وراء الحارق مشيرة إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل وقالت وزير الداخلية الفيدرالية إنه إذا كان الحارق متعمدا فإن سيادة القانون ستنفذ بكل الوسائل المتاحة بحث وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش أهمية حماية مبادئ المنظمة الدولية الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي وذكرت الخارجية الأمريكية أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفين على الجانبين بلينكين وجوتريش حيث ركز على أهمية استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزامات الأمنية والإنسانية العجلة في أوكرانيا وهيتي وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجانبين أعرب كذلك عن قلقهم البالغ إذا أتصاعد القتال في شمال إثيوبيا كما شدد على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية بالمنطقة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل على إجراء محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل أعلن البينتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وفقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ SM6 المضادة للطائرات لليابان بقيمة 450 مليون دولار وأشار بيان صادر عن وكالة التعاون الدفاعي والأمنية التابعة للبينتاجون إلى أن اليابان طلبت 32 صاروخا من هذا النوع وأضاف البيان أيضا أن الصفقة المحتملة ستعزز قدرات اليابان فيما يخص الدفاع الجوي والحماية من الصواريخ الباليستية ضد الخصوم المحتملين في المنطقة لافتا إلى أنها ستعزز التحالف الأمني بين واشنطن وتوكيو وستزوده بالقدرات الأحدث والأكثر تطورا أفد توكالة الأنباء الفرنسية بأن الحكومة الأسيوبية أعلنت أنها ستشارك في محادثات سلام دعا إليها الاتحاد الإفريقي في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بجنوب إفريقيا وذلك لمحاولة إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيجراي ويأتي ذلك مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف المتصاعد في تيجراي منذ محاولة سابقة للاتحاد الإفريقي هذا الشهر لتشجيع الطرفين المتصارعين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي أن المغرب وضع مسودة موازنة في عام 2023 والتي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى مع سعي الحكومة للحصول على إرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية وأبلغت الوزير المشرعين بأن المسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم بينما ستدفع البنوك شركات التأمين الضريبة التي تبلغ نسبتها 40% نهاية مجزء التاسعة نعود لإستكمال البقاء فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل